الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ألقى كلمة نص نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات واللي بيبحث تمويل أهداف التنمية المستدامة خلال جائحة كورونا وما بعدها برعاية منظمة الأمم المتحدة خلينا نشوف كلمة الدكتور مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا السيد أندرو هولنس رئيس وزراء جامايكا السيد أنتونيو جوتيرش سكرتير عام الأمم المتحدة السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لرئيسي وزراء كندا وجامايكا والسيد سكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرتهم الهادفة إلى التعامل مع التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على تمويل أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وأن أثمن الجهود التي بزلتها الدول والمنظمات الدولية والخبراء في إطار مجموعات العمل التشاورية الست في إعداد حزمة من التوصيات المحددة للمساهمة في تعزيز قدرات مختلف الدول لتخطي هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم على أثر هذه الأزمة وكما تعلمون لقد كشفت جائحة كورونا قصورا في قدرات الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية في التعامل الفعال لمواجهة الأزمة وتحقيق التوازن المأمول بين اعتبارات الحفاظ على حياة الإنسان من جانب وصون مقدراته الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر واستنادا لما تقدم تدعم مصر الجهود الرامية إلى تخفيف أعباء الديون على الدول النامية وخاصة الإفريقية وتيسير شروط الاقتراض من المؤسسات الدولية والإقليمية لضمام حصول الدول الأكثر احتياجا على أدوات التمويل الميسر وتشجيع الاستثمارات في تلك الدول وضمام استمرار تدفقها جنبا إلى جنب مع أهمية انتظام حركة التجارة الدولية لدورها الحيوي في دعم جهود التنمية كما تدعم أيضا الجهود الدولية التي تستهدف خفض تكلفة التحويلات على العمالة في الحال السيدات والسادة لقد وضعت جائحة كورونا مزيدا من الأعباء على الدول والحكومات لتوفير موارد إضافية للتعامل مع آثارها السلبية في الوقت التي انخفضت فيه مواردها بسبب انكماش النمو الاقتصادي والهبوط في العوائد الضريبية وقد فرضت هذه التحديات ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتحديد حجم احتياجات التمويلية والتعاون بين شركاء التنمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والأممي لتنويع مصادر التمويل من خلال آليات مبتكرة للتمويل مثل السندات الخضراء وتشجيع انشاء أنواع مختلفة من صندوق الثروة السيادية ودعم آليات تخفيف أعباء الديون مثل التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار الموجه لأهداف التنمية المستدامة وإضافة إلى ما تقدم فقد ترتبت على هذه الأزمة آثار شديدة سلبية على العمالة غير الرسمية الأمر الذي يتعين معه تكاتف خبرات وجهود دول العالم من أجل التوصل لأفكار خلاقة لتطوير سوق العمل الرسمي ليصبح مؤهلا لامتصاص العمالة غير الرسمية ودمجها في قنواته الشرعية وتوفير تدريب لتطوير قدراتها بما يتناسب مع سوق العمل الرسمي ويزيد من القيمة المضافة التي تساهم بها في الاقتصادات الوطنية مع إلاء مزيد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمجها في سلاسل التوريد المحلية والدولية لتعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية وفي الختام أود أن أؤكد على أن التوصيات التي تم وضعها في التقرير المعروض علينا اليوم ما هي إلا بداية لطريق طويل يستلزم التضامن والالتزام من كافة الدول من المؤسسات الدولية والأقليمية وتحديد واضح للأولويات يتضمن تقديم الدعم اللازم للدول الأكثر احتياجا والأقل نموا وإننا اليوم أمام مسئولية كبيرة تضع العمل الدولي المشترك في اختبار حقيقي علينا جميعا النجاح في تخطيه أشكركم على حسن اهتمامكم